كمان كان فيه منقشة ليه تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب والحساب الختام ليه الموازنة الدولة تحدث النائب محمد أبو العنين وكيل المجلس خلال كلمته وطبعا وجه تحية ليه دكتور محمد ميت وزير المالية وقال انه هذا الرجل يعني بيقدي دور كبير جدا وناجح في إدارة موارد الدولة ولكن نقطة اللي أثارها النائب أبو العنين حوالين أسعار الفايدة وقال تصاعد أسعار الفايدة ده بيؤثر على الديون وعلى حركة الاستثمار كمان واتكلم على القطاع الخاص انه ليه ما فيه زيادة لإستثمارات القطاع الخاص ليه القطاع الخاص مش بيزود إستثماراته قال لازم نعرف الحكاية ولازم يتم بحث هذا الأمر وعاز أقول له حضرتكم الفترة الجاية فترة الجاية وأنا بقولها على الهوى يعني القطاع الخاص سيكون له دور كبير جدا جدا في المشروعات والاستثمارات بالنسبة تزيد عن سبعين خمسة وسبعين وممكن تصل لثمانين في المية القطاع الخاص فترة الجاية شوفوا أنا أقول لكم معلومة دي النهاردة هو النهاردة في إبريل انتظروا بيتعمل النهاردة قوانين بتعمل إجراءات لزيادة الدور الناء بن حامر بن عمود بيتكلم عليه النهاردة لا هيحصل هذا الكلام انه هيكون في دور للقطاع الخاص بنسبة تصل وتقترب من ثمانين في المية من حجم الشغل الموجود في البلد بتعمل إجراءات النهاردة وقوانين بتتعمل النهاردة وتشريعات بتتعمل وحاجات محددة بتتعمل حاليا عشان يدخل القطاع الخاص يبقى هو المسيطر وله حركة كبيرة جدا في الاستثمارات في مصر وده بالمناسبة هو ده اللي يكون ما هو الدولة مش هتقدر تعمل كل حاجة بصراحة فهين يبقى عندك مين ادي القطاع الخاص ادي الاستثمار ادي الاستثمار المصري العربي الأجنبي ادي له دور ده ما يبقاش يعمل لك قلق ناس ممكن تقلق العالم كله كده بالمناسبة النهاردة كل دول العالم عندها هزا الانفتاح شوفوا مش عايزة ادي أمثلة لبعض الدول عاملين ايه بالنسبة للاستثمار عندهم في بلادهم تغيير كبير جدا في مناخ الاستثمار احنا عندنا مشكلة طبعا عندنا مشكلة لازم نعترف هذا الكلام مش هنفضل نقول اه لا عندنا مشكلة في مسألة استثمار في مصر عندنا هزا الكلام وبالتالي الدولة شافت نقدر نعمل ايه طب نعمل المنظومة دي ازاي بيغيروا حاجات كتير جدا النهاردة اللي كان بيحصل من سنوات هتلاول فترة الجاية بيتعدل بطريقة تفيد البلد وتفيد الناس كتشغيل وتفيد كمان حركة الاستثمار اللي احنا عايزينها وعندك حاجات معوقات كتير جدا كلام ده يتعمل ويتواجه وتكسير بعض الحاجات اللي هي ما زال البيروقراطية بتسيطر في بعض الحاجات ولازم تشوف تدعم الناس دي ازاي دعم بمعنى كلمة الدعم طيب انت لو انت بتكلم النهاردة على صناعة وبتكلم على اتاحة في ازم لازم نقعد مع الناس دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة زي احنا عايزين نعمل الكلام ده كمان اتكلم كمان عدد من السيئة لانه النهاردة للإستثمارات النهاردة النهاردة بالعونين النهاردة كان بتكلم على خريطة الإستثمارات لانه هذا الرجل عنده بيسافر وعنده شغله برة وعنده علاقاته اللي موجودة برة ومتابعته وشغله اللي موجود جوه وبالتالي خريطة الإستثمار بتتغير في العالم فلو انت النهاردة ما بتلحقش نفسك يبقى عندنا أزمة كبيرة جدا وخاصة ان امريكا دخل كمان البنك الفيدرالي هيعمل رفع للسعر الفايدة مرة أخرى وقد تكون هذه المرة أعلى من المرة اللي فاتت ولما امريكا بتعمل كده امريكا عايز يلحق اللي عنده يزود وبالتالي ياخد عملية جازب ليه هو امريكا مهموش إلا امريكا مهموش دول أخرى وده هيؤثر عليك بيؤثر عليك طبعا ويؤثر على منطقة ويؤثر على حركة الإستثمار تعالوا نتابع ماذا جرى في البرلمان اليوم